طيب كل واحد كان له وجهة نظر في الاختيارات وكل واحد كان يتمنى العيبة بعينها تكون موجودة لكن كمان يمكن الكلام الكتير كان على محمد عبدالقادر هل عبدالقادر كان أقرب للمنتخب؟ ليه ما تمش اختياره الكابتن وليد صلاح الدين نشوف رأيه في عبدالقادر كابتن وليد إزاي شفت القيمة وهل في مفاجأة في وجهة نظرك؟ كنت أنا أتمنى أن عبدالقادر يكون موجود أحمد عبدالقادر وقلت الكلام ده يبقى بس التفكير برا الصندوق برا الصندوق لأسباب معينة خصوصا في مباراة القاهرة لكن خلاص يعني إيه الأسباب دي؟ بص أنا شايفه يعني لعيب في الملعب مختلف يعني أولا عنده جرأة قوي والمباراة تحديدا في استاد القاهرة هتبقى محتاجة لعيب عنده جرأة يعني ممكن تخلي الملعب كله عادي وتيجي في واحدة بس وده مش بداية المباراة في ديئة ستين أو في ديئة سبعين تحديدا ممكن كان يبقى عندك لعيب عنده جرأة في تقل شوية عند كوليبالي وعند عبدو ديالو وعند بونصار وأحمد عبدالقادر جريء بياخد القرى ويروح للناس مع الضغط الجماهيري مع الحكم هيبقى عايز يدي أي حاجة مع هو الولد عنده جرأة وبيروح ويرقص يقدر يجيب لك بنالتي يقدر يجمع الناس عنده ويحطها لصلاح يقدر يجيب فاولات كتير فأنا كنت أتمنى أن أحمد عبدالقادر يكون موجود كلام مطفق مع وجهة نظرنا واللي هي مش ضرورة بالتأكيد تكون صح لكن لما يبقى عندك تنوع يديلك مرونة ويديلك حلول لبعض المواقف اللي انت مش متوقعها لما تدينها تتقزم انت محتاج لهذه المهارة لكن ما باليد حيلة اللي اختار مستر كارلوس كيروش وبالتالي اختياراته هي السليمة مسئوليته هي كاملة سقطنا فيه دعمنا ليه كل ده منتهي تماما ولا جدالة فيه حتى وإن كنا نتمنى أو كنا نتمنى وجود مهاجم زي محمد شريف محمد شريف مهاجم مهم جدا مش في رأينا بس ده رأيي كمان الزميل إبراهيم عبدالجوال دايما بقول العيب الكبير أو البني أدم الكبير مش بسنه بس كبير جدا بأفعاله وده اللي عمله محمد شريف نجم هجوم نادي الأهلي ومنتخب مصر محمد شريف نزل صورة بالتوفيق لمنتخب مصر وإن شاء الله صعود لكاس العالم برضو في نفس التوقيت اللي كل الناس كانت بتقول النازل محمد شريف يكون موجود محمد شريف ماشي كويس الفترة اللي فاتت ما ادعاش المظلومية ما قالكش آه وانت نزلتني فاكر كيروش في كاس الأمم لما نزلتني آخر ثلاث ثواني وشفت انت مبيت هالي بقى وانت مش حبيبني وانت سود من جوة ومش عايزني يكون موجود وازاي ومش عارف ايه معين على فكرة هو لو عمل كده هيلاقي في ظهره جيش من الناس وجيش من الجمهور المحب ليه اللي ممكن يدعمه لأنه بالفعل محمد شريف محدش فينا يختلف على إمكانياته ولا يختلف على قدراته ولا يختلف أنه بالتأكيد مفيد لمنتخب مصر فتشوف محمد شريف بيتمنى التوفيق لمنتخب مصر بيتمنى الصعود لكاس العالم برضو بدى شعوره كمواطن مصري على شعوره كلاعب اللي هو أكيد هيبقى زعلان وأكيد هيبقى مدى إنه مش موجود مع فرقته مع لعبته مع منتخبه في مرحلتين أو في مبارتين حسيمتين لتأهل لكاس العالم دي حاجة تتحط تفسيره أي حد ولكن هو بدى شعوره كمصري فكل التحية والاحترام ودي حلقة الاتفاق مع الحقيقة كلام مهم وهو ده اللي بالنادي به وده اللي يطمنك على اللعب إنه مش هيخدها بقى بغضادة ولا بانكسار ولا بيقول لك ديني أما جيبت جونة روح مش عارف هص ومش هص وكلام ده عايزين نبقى أرقى قوي كلعيبة إحنا مش بنرض على حد إحنا بنأكد مهارتنا وبنأكد نفسنا وجمهور بيحتلم اللاعب المحترم اللي زي محمد شريف ترجمة نانسي قنقر